قبل ما أحكي لكم عن مظاهر الحداد عند اليهود هتلاحظوا أن مظاهر الحداد دي فيها حاجات لسه الناس بتعملها لحد دلوقتي وخصوصا في مطقة الشرع الأوسط تعالوا نشوف مظاهر الحداد والحزن على الميت عند اليهود أولا الانتناع عن الطعام وعن العزمات كانوا ما يكلوش كتعبير عن الحزن على الميت يعني مثلا داود ورجالته لما مات شاول ويوناثان يقول الكتاب المقدس عنهم وندبوا وبكوا وصاموا إلى المساء على شاول وعلى يوناثان ابنه وعلى شعب الرب وعلى بيت إسرائيل لأنهم سقطوا بالسيف شايفين داود بيبكي ويصوم للمساء على شاول وعلى يوناثان لما كانوش يكلوا لما يحصل حالة وفاء ثانيا لما اليهود يحزنوا كانوا متعودين يشيروا الزينة والدهب والحلي اللي لابسنها يعني حاجات زينة ومع زين يعني بينوا الحزن فيشلوها سفر الخروج يقول فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحو ولم يضع أحد زينته عليه ثالث لما يموت حد كانوا ما يستحموش وما يحطوش أي عطور يعني كتاب المقدس يحكي لنا عن داود اللي عمل حاجة غريبة عكس العادة دي لأنه عمل عكسها المفروض طبيعي أنه هو ما يستحماش وميحطوش عطور لما الميت يموت لكن لما مات ابنه يقول ايه كتاب فقام داود عن الأرض واغتسل والدهن وبدل ثيابه ودخل بيت الرب وسجد ثم جاء إلى بيته وطلب فوضعوا له خبزا فأكل يعني هو عمل حاجات أنه كان واستحمى وبدل الثياب بتاعته دي حاجات عكس العادة اليهودية راضعا كانوا يضربوا على صدرهم سفر أشعيع يقول لاطماطن على الثدي من أجل الحقول المشتهى ومن أجل الكرمة المثمرة يخبطوا على صدرهم كده يمكن عشان كده قارع عن صدري مثل العشار للتعبير عن الحزن على الخطيئة والانسحاق خامسا كانوا لما يعبروا عن حزنهم يقطعوا قدوبهم ويحطوا التراب على رأسهم سفر يشوع يقول فمزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب إلى المساء هو وشيوخ إسرائيل ووضعوا ترابا على رؤوسهم وكمان سفر التكوين يقول فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناح على ابنه أياما كثيرة سادسا كانوا يحلقوا شعورهم الكتاب يقول عن أيوب لما عرف بموت ولاده فقام أيوب ومزق جبته وجزى شعر رأسه وخر على الأرض وسجد لازم يحلق للتعبير عن الحزن يجيب شعره بالموس خالص يشيله خالص سابعا كانوا يلبسوا المسوح أو لبسوا مخصص للحداد وكمان كانوا يلطموا نشوف لما ابنير بن نير رئيس جيش شاول مات فداود قال للشعب مزقوا ثيابكم وتنطقوا بالمسوح والطموا أمام ابنير وكان داود الملك يمشي وراء النعش أنا أظن أن بعض العداد دي مزال الناس لحد دلوقتي عندنا بيعملوها وخصوصا اللطم عدم الاستحمام عدم الأكل لبس السود كملابس الحداد دي كلها حاجات يعني عادات لسه موجودة لكن الحقيقة معلم نابولوس الرسول بيقول لنا وصية جميلة جدا فرسلته الأهل تسالونيكي يقول إيه ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم بيقول هنا ما تحزنوش زي العالم بيباش عندكم عادات العالم في الحزن وكأن ما فيش رجاء في القيامة وكأن الموت هو النهاية لا دا الموت ما عادش موت دا بقى انتقال واللي بيموتوا مش بينفصلوا عننا لا دول بينضموا للكنيسة المنتصرة اللي بتشفع فينا إحنا الكنيسة المجهدة